اشتركوا في القناة في ريادتها التنظيمية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التفاصيل في التقرير التالي توحيد الرؤى والجهود العربية في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة عبر تنويع مصادر الدخل بعيدا عن تداعيات الوقود الاحفوري وتعزيز مرونة أسواق العمل العربية لمواجهة البطالة محاور رئيسة تصدرت عنوين الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والتي تقام على أرض البحرين لأول مرة لتعكس ريادة المملكة في المساهمة بدعم مبادرات تنمية الاقتصادات العربية التنظيم خارق العادة حسب ما نقعدين الراوحة سنة الفارتا كان في كويت سنة هذه في مملكة البحرين ولهذا نشكر ومملكة البحرين على الاستضافة كل البلدان العربية هو العالم العربي تنجم نقوله من قسمهم هو متأثر سلبيا لبعض البلدان بأسعار النفط اللي هي معناها نزلت الكثير في سنة الفارتا ولكن متأثر زادة إيجابيا للبلدان معناها كما تونس أو المغرب أو الأردن اللي هي مش منتشة للنفط هذا يعني شكوله في البلدان العربية فما تكامل رغم ما اتخذته الدول العربية من خطوات ملموسة في مجال الإصلاح الاقتصادي تبقى الحكومات مطالبة بتبني خطط تكاملية طويلة الأجل تحقق أوضاعا مالية مستدامة وتخلق البيئة المحفزة لنمو وازدهار القطاع الخاص مدعومة بزيادة الإيرادات غير النفطية وضبط نفقات الأجور والرواتب والخروج التدريجي من سياسات دعم الطاقة لتواكب مستجدات التراجع المستمر في أسعار النفط الدول العربية مش أقل من الاتحاد الأوروبي حتى لو فيه اختلافات سياسية وده شيء طبيعي أمر وارد لكن الاقتصاد والتكامل الاقتصادي وكل دولة من دول العربية لها ميزة نسبية أو أكتر بنحاول نحقق قيام مضافة ويبقى عندنا سلة غزاء عربي أنا بصفة يورزين الزراعة في جمهورية مصر العربية إن شاء الله فيه وفد جاي من مملكة البحرين لجمهورية مصر العربية على نهاية الشهر بالأدفة اللي أنا عرضته من مشاريع خاصة بالمليون النصف الدان من مشروع قومي طرحوا فخامة الرئيسة على فتاة السيسي باستضافتها لأكثر من 300 شخصية مالية واقتصادية يمثلون الهيئات المالية العربية تكون البحرين قد نجحت مرة أخرى في تعزيز دورها الفاعل والمؤثر في الاقتصاد العربي وتأكيد على مركز المملكة الجاذب للأعمال والاستثمارات وإبراز النماذج الناجحة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعيها الدؤوبة لتقوية كفاءة الاستثمارات العامة أقفل مؤشر البحرين العام بانخفاض وقده خمس نقاط فاصلة 53 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 522 ألفا وخمسة وثمانين سحما بقيمة إجمالية قدها 12939 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 29 صفقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر